السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم بذرة بعدما رأينا في الفيديوهين السابقين الأزهار الشتوية والأبصال الشتوية اليوم سوف نتعرف على الخضار الشتوية الخضروات الشتوية هي الخضار التي تزرع في الخريف بداية من شهر 9 ونستمر في زراعتها حتى شهر 12 بالنسبة للمبتدئين الذين يحاولون تجربة أو زراعة محصول سهل العناية ولا يتطلب معرفة كبيرة بقواعد الزراعة ننصحهم بالبدء بإحدى الخضار الشتوية لماذا؟ لأنه كما قلنا سابقا لا تتطلب عناية كبيرة وأيضا لا تصاب كثيرا بالآفات والأمراض مثل الخضروات الصيفية إذن نقترح عليكم الآن أبرز المحاصيل الشتوية ونبدأ بالفول الفول تبدأ زراعته بداية من شهر 10 ويزرع مباشرة في الأرض ليكون جاهزا بعد 4 أو 5 أشهر وذلك طبعا حسب الصنف ثانيا الكزبورة والبقدونس زراعتهما سهلة وممتعة ويمكننا الزراعة سواء في الأرض أو في الأصص ولأن الجذور تكون طويلة يجب أن يكون الإناء الذي نزرع فيه بعمق 30 سنتيمتر على الأقل نختار مكانا في السطح أو البلقونة وحتى نافذة المطبخ شرط أن تصلها الشمس ولو في الفترة الصباحية ثالثا الفجل الفجل من أسهل المحاصيل الشتوية ننصح به المبتدئين ويكون جاهز الحصاد فقط بعد 40 يوم من زراعة البذور وستجدون في القناة فيديوهات متنوعة حول أغلب المحاصيل الشتوية أدعوكم لمشاهدتها رابعا النعناع أفضل وقت لزراعة النعناع هو فصلي الرابع والخريف يمكننا أيضا الزراعة بداية من شهر 19 قبل دخول فترة السقيعة يزرع النعناع بعد الطرق أولا البذور وبنسبة للبذور فهي تتطلب وقت طويل حتى تنمو يمكن أيضا زراعته عن طريق تجدير سيقان النعناع في الماء وزراعتها في تربة خفيفة والطريقة كاملة أصدقائي ستجدونها في فيديو خاص عن النعناع في قناتكم بذرة خامسا البصل البصل من المزروعات الشتوية لكنه لا يتحمل السقيع وهو خضار غني عن التاريف يأكل مطهوا أو نيئا ونعرف أن إخواننا المصريين يأكلونه وهو نيئ وطبعا هذه طريقة صحية سادسا الملفوف الملفوف يزرع شهر 9-10-11 عن طريق البذور ويمكن أيضا شراء شتلات جاهزة من المشاتل سابعا البروكولي يفضل المناخ البارد ويحتاج للماء بكثرة ثامنا الجرجير يزرع الجرجير بواسطة البذور وأيضا عن طريق سيقان الجرجير نختار الزراعة في حديقة المنزل وأيضا في وعاء للزراعة تاسعا البازيلاء البازيلاء نبات غني بالألياف والبروتينات والحديد يحتاج لتربة جيدة الصرف يتحمل السقيح يكون جلبانة أو البازيلاء جاهزة للحصاد بعد 60 حتى 70 يوم من الزراعة عاشرا السبانيخ السبانيخ من الخضروات الورقية تزرع بالبذور أو الشتلات لكن ننصحكم بزراعتها من البذور لأن نسبة نجاح الشتلات تكون ضعيفة من الزراعات الشتوية الأخرى نذكر الفاصولية البنجر الثوم السلق الجزر الكرفس وغيرها من الخضروات الأخرى إذن أصدقائي أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله ولا تنسوا الاشتراك في القناة إلى اللقاء